سيد عسام مصر كانت الايام القليلة الماضية خلية نحل لمحاولة ايجاد حلول لقضايا مصرية في المنطقة العربية بقالها سنين طويلة وبتلقي بزلال قاتمة على المنطقة وعلى العالم الحقيقة على سلام المنطقة والعالم كان عندنا قمة العالمين الجديدة مصر والاردن وفلسطين والنهاردة عندنا مجموعة الاتصال العربية الوزرية للتعامل مع الشأن السوري وعودة سوريا الى الحضن العربي بتشوف هذا النشاط بيشير الى ايه بعدين ناخد وضع وضع سوريا ده ونتكلم فيه بالراحة اوي زالي بس هي مش الايام القليلة الماضية هي السنوات العشر الماضية بكاملة منذ طوال الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد والاوضاع اختلفت مية وستين درجة مش هنقول مية وثمانين درجة نقول مية وستين درجة اصبح الاهتمام العربي العربي واهتمام مصر باستعادة الاوضاع العربية ومكانة الدول العربية من حيث الاستقرار والامن وايضا السلم الاجتماعي اصبح عاليا حتى ان الشارع السياسي العربي وليس الشارع السياسي المصري اصبح يهتم بشكل كبير بقضايا الوطن العربي يستشعر الضيق لما يحدث في السودان في فلسطين في اليمن في سوريا في ليبيا كل هذه الاحداث تؤثر بشكل كبير ولكن مصر هي الرقم الحقيقي الذي لم ينكسر في المعادلة وهي معادلة التغيير هذا من جانب الجانب الاخر مصر دولة محورية مصر تضع القضية العربية وفقا للثوابت ووفقا للمعايير التي تؤكد التضامن العربي والمصالح العربية المشتركة ووحدة وسلامة الطلاب الوطني وحق الدول في عدم التدخل الخارجي من دول اخرى في شأنها السيادي اشتركوا في القناة